إذاعة دمشق تقدم من الحياة أنت قدري تكثر من زياراتك إلينا هذه الأيام على غير عادتك هو من الذي يزعجك ما بك أسيمة أراك متأسرة في التمثيلية لا تآخذيني نهلة هذا الممثل أنا معجبة به كل أدواره رائعة ومتقنة وهو هنا إنسان وحيد بائس يعاني من سوء كل الناس الذين حوله وكالعادة تعاطفت معه وتأثرت لوضعه هذا تمثيل تمثيل أتدري أشعر وكأنه لا يمثل كأنه يعاني في حياته من الحالة نفسها التي يمثلها هو فعلا غير متزوج ولا أولاد لديه إذن فهو وحيد ولا أصعب من الشعور بالوحدة والآن هل ستقفلين التلفزيون وتلتفتين إلى ضيفتك فتعطينها بعض الأهمية؟ يا شقية يا ضيفتي أنت كل الأهمية لكن شاء حظك أن تأتي في وقت هذا المسلسل الذي أتابعه أنت لا تتابعين المسلسل يا صديقتي أنت تتابعين الممثل المعجبة به ربما إنني أتعاطف معه كثيرا أجده مثلي مسكين وحيد يشعر بالوحدة ويجد غالبية من حوله أناسا مسيئين غير طيقين من مكتبة الإذاعة السورية تبتسمين وتلوحين برأسك يا أسيمة يا حبيبتي تتحدثين وكأنك الوحيدة في هذا انظري إلي ألست وحيدة أيضا بعد رحيل زوجي لكنني لا أركب الدنيا على ظهري وأعيش اليأس والبؤس مهلا مهلا لو لم تكون صديقتي ما كنت صريحة وصادقة معك صدقيني أنا أمضي معظم وقتي مشغولة بالتفكير في هذا الكبير سامح وأحيانا أتمنى لو أتعرف عليه كي أواسيه ويواسيني مشكلتك أنك بسيطة وساذجة زيادة على اللزوم لا تنسي أنه فنان ممثل لذا فحياته ليست كما تتصورين حياته كما أعتقده مليئة وصديقاته كثيرات وأوقاته هانئة لا يشعر فيها بضجر الوحدة الذي تتصورين من أخبرك بكل هذا؟ هو ما أدراك أنت لا تعرفين شيئا عنه أنا أقرأ أخبار النجوم وقد قرأت عنه أنه يعيش حياة منفتحة ومليئة مليئة؟ بماذا؟ أعني غير فارغة كحياتك يا بائسة أتدرين يا نهلة أشعر أن تغيرا هاما سيحدث في حياتي ستجدين ابن الحلال؟ أم ستكتفين بنجمك السامح؟ نحن بحاجة إلى اثنين ابني حلال ولا بأس أن يكون سامح أحدهما لي لماذا لا تحاولين التواصل معه؟ ما دمت معجبة به؟ كيف؟ أذهب وأقف أمام بابي لستوديو وأبتسم له ويبتسم لي عندما يخرج؟ اهتي في له تحدثي معه لا تنظري إلي هكذا ببلاها أنا جادة أنت مجنونة وتريدين التلاعب بعواطفي انتبهي أسيمة أنت معجبة به ولا تحبينه هل تحبينه؟ ربما أنا ما عرفت الحب بعد يا لك من شقية حقا أنت ما عرفت الحب بعد؟ هل نسيت أيام الجامعة وفريد؟ وما بعد الجامعة وجمال وبعده وبعده كل ذلك لم يكن حبا الحب الحقيقي ذاك الذي ينتهي نهاية المحتومة الزواج أنت أحببتي وخطبتي وتزوجتي ثم شاء الله أن يحرمك من زوجك ويختاره إلى الأعلى رحمه الله المهم نحن الآن نبحث أمرك مع حبيب القلب سامح ماذا ستفعلين؟ واصل التفكير به والحلم بأن أكون قربه وكفى لو كنت مكانك أتدرينا ماذا كنت فعلت؟ ماذا؟ فعلت مثلك ما أجمل هذا القمر وتلك النجوم هو ما ألذ هذا الهدوء الذي يحيط به وما أنسب هذا الوقت وهذه الجلسة للتفكير به والتخيل بقربه ولكن لماذا لا أكون مجنونة يوما؟ وماذا سأخسر؟ لن أصرح باسمي نقابة الفنانين أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك أريد لو سمحت أن تعطيني رقم هاتف الفنان الممثل سامح أعذريني سيدتي عفوا أنا آنسة آنسة رجاء أعذريني آنسة رجاء ليس من مهام نقابة الفنانين أعطاء رقم هاتف أحد عضائها بل من مهام النقابة أن تشجع وتسوق لأعضائها من مكتبة الإذاعة السورية وأنا كشركة إنتاج أريد رقمه رقم هاتفه هل أطلب المستحيل؟ لا لا سيدتي عفوا آنسة سأبحث عن رقمه وأعطيك إياه حسنا شكرا لك أكتبي لو سمحت سأعطيك رقم هاتفه الأرضي وهاتفه المحمول وعنوان إقامته أنت إنسان طيب لا شك من واجبي أن أشجع عمل الأعضاء وحضرتك تحدثت عن شركة إنتاج تماما هيا تفضل أعطني المطلوب لا أدري إن كان الأستاذ سامح سيسعد بهذا أم لا لا بأس تفضلي اكتبي ألو نعم أستاذ سامحة شكرا لأنك أجبتني مباشرة هو أنعمت علي بسماع صوتك العفو سيدتي كلامك المنمق هذا يستحق أن أجيبك دون ترد لدي فكرة أن النجوم كحضرتك يتركون أمر الإجابة على الهاتف للسكرتيرا وللمعاونين أنا لست نجما أنا فنان وسعيد بلقبي أستاذ سامح أنا فتاة معجبة بك أقصد بفنك إعجابا كبيرا وبخاصة دورك في المسلسل التلفزيوني الذي أتابعه والذي يبث على إحدى القنواتنا الوطنية شكرا لك يا أنسة أسيمة اسمي أسيمة شكرا لك يا أنسة أسيمة أستاذ سامح أنا آسفة إن كان في تبادل هذه الكلمات القليلة مع حضرتك أي إزعاج لك لا 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 أبدا أهلا وسهلا بك حضرتك لا شك معتاد على تلقي مكالمات المعجبات والمعجبين صحيح ويسعدني ذلك أستاذ سامح أنا كما توقعت وجدت أعني توقعت أن تكون رجلا هادئا جديرا بالإحترام شكرا أنسة أسيمة أنا تجاوزت الثلاثين من العمر وأعاني كما حضرتك تعاني من الوحدة تقصدين في المسلسل التلفزيوني الذي تتابعينه نعم دوري يتطلب مني أن أمل من الوحدة وأكره أن أكون وحيدا غالب الوقت وهذه السورة التي صورتها للمشاهد طبعت في داخله رهبة الوحدة وبالنسبة لي جعلتني أشعر بوحدتي بشكل واضح وثقيل يا آنسة أسيمة أنا آسف فليس لدي الوقت الكافي لواصل الحديث معك علي تحال أنصحك بأن تتحرري من تأثير الدور الذي أمثله فالأمر كله تمثيل بتمثيل بالعكس أنا سعيدة ولا أريد أن أتحرر من تأثير تمثيلك أستاذ سامح وأنا آسفة لأنني أخذت من وقتك لكن هل أجرؤ على سؤالك فيما إذا كنت لا تمانع بأن تتلقى اتصالي بين الفترة والفترة؟ أنا معجبة بحضرتك وسماعي لصوتك هو مراد دوما مع السلامة أستاذ سامح بداية طيبة آمل أن يتبعها بدايات وبدايات أرى أن علي أن أكون صادقة صريحة معه كي أصل إلى ما أحلم به يا إلهي أصحيح أنني أقوم بما أقوم به فعلا؟ أكاد لا أصطيق من أين جاءتني الجرأة؟ عندما يكون الإنسان مؤمنا بما يقوم به ومتأكدا من صواب رأيه عند ذلك تأتيه الجرأة يصبح جريئا ويرطع صوته بجلاء ووضوح رحم الله أستاذي الذي علمني من جملة ما علمني أن أكون جريئة في طرح أفكاري كما علمني أن أعتمد على التخطيط في ترتيب ما أريد طرحا وقد جاء الوقت الذي يمكن لي خلاله أن أتوصل إلى ما أريد صديقة عمري نهلة أهلا يبدو من صوتك أنك سعيدة ما القصة؟ أنا دائما سعيدة غير صحيح أنت دائما تشكين وتتبرمين من الوحدة والفراغ في حياتك هل تمكرين؟ لا لا أنكر لكن أعتقد أن اتجاه الرياح في حياتي تتحول تدريجيا وقد لا تدو المهم هل لا أخبرتني عن قصتك؟ أم أخذها غدا عن طريق أمي؟ وما علاقة أمك بالموضوع؟ أمي تعتبرينها أنت مخزن أفكارك وفعالك وتحدثينها بكل شيء إلا هذا أنا أخجل أن أخبر أمك عن مشاعري تجاه رجل مثلا لا بأس أخبريني إذن هتفت له وتحدثت معه من هو؟ مع من تحدثت؟ الممثل سامح هل نسيتي؟ يا لك من شقية حسبت أنك في ذنب حياتك من مكتبة الإذاعة السورية كما أنا مع قصتي هذه وبعد؟ لا أدري لكن قناعتي تزداد بأن سامح سيكون زوجي هل؟ الأمور على ما يرام قد يتردد قد يتهرب لكنني لن أتركه وماذا عن ربيع؟ ماذا عنه؟ زميل معجب ولن أسمح له بتطوير الأمر إلى أكثر من ذلك لكنك كنت تشجعينه ربما ربما فكرت به كزوج لكن أعلم أنه طامع ببيت يؤويه هو بيتي ودخل يعيش تحت سقفه هو دخلي مهلا أسيمة الأستاذ ربيع لديه مرتب جيد وهو يستطيع أن الأستاذ ربيع لديه أمه وأبوه ومرتبه يكاد لا يكفي لعيش الثلاثة وفي بيت مستأجر هذه معلومات لم تذكريها سابقا بصراحة كنت أفكر جديا بالموافقة على الزواج منه رغم أنني أعلم أنه إنما يجد فيي زوجة تكفيه كل حاجاته وأكثر كنت أحاول إقناع نفسي بأنني سأعلمه كيف يحبني بعد أن نتزوج أسيمة أراك إنسانة أخرى كل هذا لا أعلمه عنك رغم أننا صديقتان صدوقتان لا بأس صديقتي لا بأس والآن كيف ستتصرفين مع الأستاذ ربيع اسمعي هل تأخذينه مني؟ يا لك من شقية حقا أولا أنا لا أجده الزوجة المثالية الذي أحلم به ثانيا هو ليس مغرما بي كما هو مغرم بك قلت إنه غير مغرم بي ولا أنا مغرمة به هو مغرم بوضع المالي والاجتماعي وأنا ليس لي وضعك المالي والاجتماعي أنا امرأة رحل زوجها وترك لها طفلين ولا أعتقد أن الأستاذ ربيع صاحبك سوف يتبرع لإعانة أم وطفليها مع أمه وأبيه ما ذلك؟ يمكنك أن تجربي كيف؟ أترك الأمر لي يا ربيع يا بني هي أكبر منك عمرا سنوات قليلة ثم من مانع؟ ولما يجب أن يكبر الرجل زوجته؟ لأن الزوجة تتعرض للحمل والولادة أكثر من مرة وهذا يحتاج إلى جهد لا يتحمله إلا الجسم الشاب أمي أرجوك هذا ليس سببا وجيها أنا موافق على أن تكون أكبر مني ما دمت أجدها مناسبة لي وما دامت حياتي معها ستكون هنية بعيدة عن المشاكل وأولها المشاكل المالية ما بك أبا ربيع ألا تقول شيئا؟ أستمع إلى نقاشكما وأنتظر أن تتركا لي مجالا كي أدلو بدلوي وأقول رأيي عفوا أبي تفضل أنا آسف لا بس المهم يا بني أن تكون مقتنعا بما تقوم به الزوجة رفيقة درب الحياة كله ولذا يجب أن تكون مقتنعا بها ومستعدا لأن تحبها وتضحي من أجلها وبخاصة أنها ستكون أم أولادك كل هذا معقول وأنا مؤمن به أنا وبصراحة أخشى أن يكون وضعها المادي هو الذي يجلبك إليها أنت لا تحبها ولا أكرهها وهذا يعني أنه يمكن أن أحبها مع العشرة أما كونها غنية ولديها بيت وسيارة فأنا لا أستطيع أن أنكر أن ذلك يجعلني متحمسا لأن تكون زوجتي يا ربيع يا ربيع المال يذهب البيت والسيارة و كل ذلك لا قيمة له عندما تصل مرحلة تشعر فيها أن زوجتك الغنية لا تلائمك ليست لك في هذا الزمن البائس لن أصل تلك المرحلة أبي أرجوك لا تلوح برأسك فتشعرني أنك غير راض أنت عاقل وتستطيع أن تحكم بنفسك وبخاصة أن الموضوع شخصي ويخصك وهو محور حياتك أنا مقتنع بما سأقوم به وهل هي موافقة؟ ولما لا تكون موافقة؟ أين ستجد شابا مثلي يخطب ودها؟ ألا يمكن أن يخطر ببالها سبب تقربك منها؟ من مكتبة الإذاعة السورية أنك تخطب ود مالها وثروتها لا ودها هي شخصيا؟ ربما لكنها تجد أن عصورا في اليد خير من عشرة على الشجرة كما يقولون أبي أمي أرجو أن توافقا وإذا لم نوافق يجب أن توافقا هذه حياتي وأنا مسؤول عنها أرجوكما لا بس لا بس أنت قررت ولا مجال لكلام أكثر صدقني يا بني أنا لا أتصور أن فتاة غنية كفتاتك تعيش وحيدة بكل ثرائها لا أتصور أن تطلب شابا فقيرا يعتمد على مالها هي لا شك تريد شابا غنيا كما هي إلا إذا صادفت شابا كمثلي يهيم بها ويلاحقها ويلح عليها كي تقبل به وستقبل حسنا الموضوع قد انتهى نتمنى لك التوفيق ستكونان معي دوما وستكون زوجتي ابنتكما كما أنا ابنكما هذا أمر لا شك فيه فزوجتك ستكون ابنتنا هي أم أطفالك وشريكتك أستاذ سامح أنا أسيمة أسيمة؟ من أسيمة؟ هتفت لك منذ يومين أهنئك على دورك الذي نتابعه في مسلسلك الجديد أهلا وسهلا أستاذ سامح أنا أعلم أنك نجم وأن لديك معجبات كثيرات لكن وضعي يختلف عن أي منهن؟ أذريني لا وقت لديك أنا آسفة أكتفي بهذا القدر أردت فقط سمع صوتك مع السلامة كأنه كأنه غير رأيه في المرة السابقة كان أكثر انفتاحا معي اليوم هو إنسان آخر يجب أن أنقذ الموقف كيف؟ أسعد الله صباحك يا أنيسة أسيمة صباح الخير أستاذ رابيع ما رأيك أن نشرب القهوة معنا أنيسة أسيمة؟ أنا آسفة لدي أعمال لم أنهيها بعد أمامك اليوم بطوله نشرب القهوة ثم تنطلقين إلى عملك أنا آسفة أستاذ رابيع سبق وشربت القهوة في البيت وحدك؟ صعب أن يعيش الإنسان وحيدا ويشرب القهوة وحيدا و أستاذ رابيع ما بالك هذا الصباح؟ في الحقيقة أنا سعيد لرؤياك شكرا أستاذ رابيع أنيسة أسيمة ما رأيك أن نلغي الألقاب بيننا؟ أليس أجمل أن تناديني ربيع دون لقب أستاذ؟ غريب أمرك كيف أناديك دون لقب وبأية صفة؟ أنت صديقتي؟ من قال هذا؟ أنا لا أعتبر نفسي صديقتك أنت زميلي وأنا زميلتك عجبا يا أنيسة أسيمة ما الذي غيرك هكذا؟ أنا لم أتغير أنت تتوهم يا أستاذ رابيع هل جرى أي حديث بيننا يوحي بأننا صديقان؟ جرت حديث تبرهن على تقارب قد يزيد في المستقبل عن الصداقة إذن فحضرتك تشيع بين الموظفين أنني خطيبتك لا 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 أبدا لم يحدث هذا أنا أحترم اسمك جدا دعني أهمس في أذنيك هناك من يقدرك أكثر مني بل ويحبك فالتفت إليه لم أفهم سأوديعك سرا لو علمت صاحبته به لخاصمتني طوال العمر نهلة معجبة بك وتفكر فيك نهلة؟ السيدة نهلة؟ لا 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 هي لا تصلح لي لماذا؟ لأنها غير غنية؟ ولأنها أم لطفلين يتيمين؟ هي بحاجة لرجل إنسان مثلك أراك بخير أستاذ ربيع صباح الخير أنيسة أسيمة صباح الخير أطلب لي القهوة يا مسعود حاضر أنيسة حاضر أنت أسيمة قد حفظت اسمي وحفظت رقم هاتفي جيد أنا الآنسة أسيمة أهلا بالآنسة أسيمة ماذا تريدين؟ أولا أريد أن أسمع صوتك وقد سمعته ثانيا يجب أن نلتقي يجب؟ أستاذ سامح صدقني قدري يدفعني لأن أتصرف هكذا معك تأكد أنت أول من أحدثه بهذه الجرأة وهذه البساطة وهذا الاندفاع وبعد أرجو أن تحقق طلبي أنا معشبة معشبة جدا من مكتبة الإذاعة السورية وأسجل كل حلقاته لأعيد مشاهدتك أنت إنسان كبير يا أستاذ سامح أنت إنسان كبير وبعد 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 يجب أن نلتقي لن أتراجع بل قدري يدفعني كما قلت لك إلى أين تريدين الذهاب يا أنسة؟ دعيني وشأني فأنا غير مستعد لهكذا لقاءات أطلب منك أن نلتقي مرة واحدة فقط وبعدها تقرر يا أنسة أسيمة أنا لست كما تتخيلين أنا بعيد جدا عن الدور الذي أؤديه في المسلسل وأنت معجبة بالشخصية التي أؤديها وليس بي عقلي ودعيني أرجوك أستاذ سامح صدقني الأمر ليس بيدي ولا بإرادتي أنت قدري شئت أم أبيت أنت مجنونة أنا بكامل عقلي لا أريد منك شيئا تصرحون دوما أنكم تريدون سعاد جمهوركم أنا جمهورك يا أستاذ سامح ساعدني مرة واحدة الشاي أستاذ سامح يا إلهي ما هذا غير معقول الشاي أستاذ سامح سمعتك ورأيتك ورأيت الشاي كفا أنا آسف أنا آسف أستاذ سامح اسمعي لا أريد أن أقفل الخط بواتشيك اعذريني وتركيني نلتقي مساء في المقهى الذي تعتاد الجلوس فيه انتظرني بوركتي يا أسيما أنت تبلينا بلاء حسنا قصة كقصص بعض المسلسلات التلفزيونية ماذا تقصدين أمي؟ لا منطقة ولا معقولية أن تحيل كمن تريدها إلى صديقتها التي أنت لا تريدها المهم رأيي وليس رأيها أنا أبحث بل بل أريد أسيمها ولن أفكر بغيرها ما رأيك أبي؟ أنا من أنصار أن ترتبط بإنسانة تحبك أفضل من أن ترتبط بإنسانة تحبها ولا تحبك ربيع حدثنا عن تلك البديلة البديلة؟ تعني أمك البديلة عن تلك التي تريدها وهل تعتبرها بديلة؟ الأمر شخصي والمهم أنت ما تعتبرها لها طفلان وزوجها قد تركها وطفليها ورحل رحل؟ رحمها بالله الموضوع بات إنسانيا امرأة وطفلان؟ هل هذا قدري؟ قل لي هل هي جميلة؟ أجمل أسيمة لكنها فقيرة الله هو الرزاق يا بني نراك ما تعطفتما معها قبل أن تقبلها لا أزال أقول الموضوع شخصي أردت أسيمة لأنها غنية فجاءت كمسمها؟ نهلة فجاءت كنهلة وهي فقيرة لكن الإنسانية تدعو للاقتراب منها أنا لا أعلم تقولان مع ذلك سأفكر سامحك الله يا أسيمة ماذا تأمرين سيدتي؟ أنا أنتظر الأستاذ سامح لا بأس من فنجان قهوة سادة أهلا وسهلا هذا الأستاذ هناك صديقه هو أيضا ينتظره هل تريدنا؟ سأنتقل إليه لا بأس مرحبا أهلا وسهلا أنا أسيمة أنتظر الأستاذ سامح هل تسمح لي بالجلوس معك؟ أهلا وسهلا تفضلي طلبت قهوة هل تفضل أن تشرب شيئا؟ نحن ننتظر سامح حسنا هاتي قهوة لنا وسجلها على سامح فالطاولة اليوم له حسنا عفوا ماذا تقصد بأن الطاولة اليوم له؟ هذه الطاولة لسامح وشلته وكل يوم يدفع أحدنا ثمن المشروبات لكن لم تقولي هل أنت صديقة سامح؟ ليس بعد أنا معجبة به ويمكن القول إنني مغرمة أنا أفضل الرجال من تلك النوعية أية نوعية؟ ذاك الإنسان الوقور الصادق المحب والمتفائل إذن إذن أنت أنت تلك المعجبة يا سيدة آنسة آنسة أسيمة يا آنسة أسيمة سامح بشخصيته بعيد كل البعد عن تلك الشخصية التي يؤديها في المسلسل لكنني لكنك لا تريدين أن تفهم حدثني عنك وقال إنه أكد لك أنه بعيد عن تلك الشخصية وأن التمثيل شيء والواقع شيء آخر مرحبا أهلا تامر اجلس هذا أحد أفراد الشلة تامر هذه هي المعجبة والهانة التي تطارد سامح عافاك الله انتبهي جيدا ستفاجئين بسامح الحقيقي أتعلمين يا آنسة أسيمة لو كنت مكانك لا نسحب فأنت لا مكان لك هنا مرحبا أهلا أقدم لكم صديقة الجديدة ويدانت أهلا جميل أنها انسحبت بهدوء أنت قدري ساعدت في الإخراج سناء حمود من الحياة تأليف وإخراج فاروق حيدر تأليف... ساعدت في الإلكترutable اشتركوا في القناة